تتغير إدارات وتأتي أخرى ويبقى ملف الأسد على الطاولة لا تميته السنين ولا يمحوه شيء كل شيء باقا فالذاكرة لم تمت وصور السوريين المروعة ما زالت راسخة في أذهان الأمم حين ماتوا وهم نيام وما زال العالم يبحث عن ثغرة في محاسبة الأسد على ما ارتكبه في عشر سنوات من الثورة السورية مئات التقارير الدولية التي تؤكد تورطه بما لا يقبل الشك في استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري اليوم وأمام مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن الأسلحة الكيموية في سوريا تأتي التصريحات الأميركية قاسية اللهجة مفادها أن الأسد استخدم الكيموي ضد الشعب السوري لماذا لا تتم محاسبته تلك أسئلة طرحتها مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة إذ قالت إن موسكو تعرقل محاسبة الأسد بل تقف معه وإنه أي الأسد عرقل أعمال المنظمات الدولية بشأن مخزونه الكيموي التصعيد الأميركي في مجلس الأمن والدعوات الدولية المتزايدة لمحاسبة رأس النظام يأتي بالتزامن مع تقديم منظمة حظر الأسلحة الكيموية تقريرها التاسعة والثمانين بشأن برنامج سوريا الكيميائي وهنا تقول المنظمة إن الأسد مراور وإعلانه بشأن إطلاف ما يملك من تلك الأسلحة غير دقيق ومتناقض مع ما قدم لنا يتدخل السفير الروسي في المجلس وينتقد ما ورد ويقول إن التقرير مسيس ويخدم المصالح الأميركية السجال المستمر منذ 2013 ولا فرصة لوضع الأسد أمام المحكمة سبق إن كشفت قناة دوتشيا فيلي الألمانية أن ماهر الأسد أعطى أمرا مباشرا بقصف غوطة دمشق بالأسلحة الكيميائية وما تبعها من صور قيصر وأكثر من 900 ألف وثيقة تكشف سجلات الكيموي لدى النظام وجدت الأدلة وفقد الحساب وهنا تقول الأمم المتحدة إن تقارير النظام بشأن تلك الأسلحة مضطربة ومتناقضة أمام الجلسات الدورية لمجلس الأمن تتصاعد المطالب بضرورة محاسبة النظام على جرائمه الكيموية فهل تكون الجلسة بوابة لمحاسبة صارمة أم أن هناك من يجلس وينتظر ليبطل كل شيء